إذن ضيفنا اليوم هو مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة فريد حروادي أهلا بك سيدي وشكرا على قبل الاستضافة مرحبا بك إذن سيدي نبدأ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي كل سنة يشتكي الفلاحون والمنتجون من نقص اليد العاملة المؤهلة لماذا في رأيكم هذا الأمر؟ رغم وجود ترسانة من المعاهد من مدارس التكوين ألاف يتخرجون من الجامعات لكن دائما نعاني من نقص في اليد العاملة خاصة المؤهلة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستفادة سيدي أحمد في الحقيقة يعني في الميدان الفلاحي يعني إذا قلنا الميدان الفلاحي ونحن نتكلم على الأمن الغذائي والأمن القومي في البلاد لأن الأمن القومي يمر حتما بالأمن الطاقوي والأمن الصحي والأمن الغذائي فالفلاحة في الجزائر في الحقيقة يعني كين هناك موروث ولهذا هناك ربما ينفسر بعض ضعف الإقبال فبعض الكثير يعتقد بأنه خصوصا للأباء يعتقد بأنه الفلاحة هي يعني هذه من وقت الاستعمار يعني ونحن نعلم أن الفلاحة في الدول المتقدمة يعني التكوين في الميدان الفلاحة هي شعب الأولى في العالم معروفة في فرنسا هناك أكثر من 14 ألف باحث متفرغ يعملون في المجال الفلاحي وعند حتى المؤسسات الفلاحية والمعاهد الفلاحية هي في الجزائر يعني الدولة وضعت كل الإمكانيات من إحداث المعاهد متخصصة شعب يعني في الجامعات نحن في القطاع مثلا هناك كان يمتلك القطاع كان أكثر من 50 مؤسسة للبحث والتكوين في القطاع يعني متوزعة على مختلف الولايات وهذه المؤسسة هي التي بنت الكاذر البشري الذي يعني أضطر النشاط الفلاحي يعني إلى يومنا هذا ففي الحقيقة يعني أحسسنا بأنه في الفترة يعني السنوات القليلة أنه بدأ هناك اهتمام كبير للشباب بالقطاع الفلاحي سواء من ناحية الاستثمار ولما نقول أنه من ناحية الاستثمار والفرص الكبيرة الموجودة في القطاع ولأنه قطاع مربح جدا وهناك تدعيم كبير للدولة في هذا الميدان فلاحظنا وسجلنا إقبال كبير للشباب الجزائري على المعاهد التكوين وهناك الآن أننا نعطيك فقط يعني بعض الإحصائيات أنه في السنة الماضية فقط كونا أكثر من 35 ألف يعني فلاح بين شباب ومستثمرين وحملي المشاريع يعني هناك إقبال كبير على التكوين في قطاع الفلاح نعم هذا الإقبال سيدية تزامن معي استراتيجية جديدة لوزارة الفلاحة وهي خاصة بيعادة بحث وحدات البحث الزراعي ماذا من جديد؟ هل من تفاصيل إلى أين وصل هذا المشروع؟ الذي أظن بالتنسيق مع وزارة التعليم العلم والبحث العلم طبعا وهذه تدخل في إطار عصرانت قطاع الفلاحة طبعا عصرانت قطاع الفلاحة يعني يمر عبر عصرانت المؤسسات ففي قطاع الفلاحة هناك أكثر من 17 مؤسسة وطنية تهتم بالبحث والتطوير ولكن هذه المؤسسة وجدنا أنه فيها مشكلة تعلو ستاتوي فتم في الأوين الأخيرة إنشاء وحدات للبحث العلمي وتطوير التكنولوجي بالشراكة مع المديرية العامة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجي حتى أن العاملين معنا الباحثين والمهندسي الموجودين على مستوهات المعهد يكون عندهم قانون أساسي والباحث المعنى هناك اعتراف بالباحث على مستوى المؤسسات نحن وجدنا أنه نعطيك مثال فقط أنه في المعهد الوطني لحماية النباتات هو معهد يعني معروف مع الوطني وعنده طبعا فوجدنا فيه 34 حاملين شهادة الدكتوراء والماجستار لكن هؤلاء هذه الطاقات هي تعمل كمهندسين لماذا في غياب ستاتوي فوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عملت مع وزارة تعليم العلي على إنشاء وحدات والآن أنشأنا ست وحدات وهذه في قيد التمويل ثم هناك 8 وحدات جديدة التي أنشأت في الشهر الماضي حتى يكتمل بناء مؤسسات عصرية على مستوى المعاهد الوطنية التقنية وكذلك عالت على مستوى المؤسسات الاقتصادية أنشأنا وحدتين على مستوى مجمعين اقتصاديين لأن القانون يسمح بإنشاء وتعبئة الباحثين على مستوى المؤسسات الاقتصادية وهذا ما قمنا به في إطار عصرانة الفلاح ما هم هذا المجمع الذي شأته فيه؟ هو المجمع لوناب هو المجمع الوطني لإنتاج الأعلاف وهناك مجمع الهندسة الريفية الجي جير وهناك 6 وحدات جديدة في قيد إن شاء الله في شهر أفريل إن شاء الله سيتم إن شاء الله العمل جاري في فرق المختصة على مستوى جي بلي مثل مؤسسة الحليب على مستوى جي باب برو تعتمين الموارد الفلاحية الهدف تحتها هو أن هذه الوحدات تكون قاطرة للإبداع والابتكار هذا اللي غابت ربما لسنوات كثيرة غابت ما يسمى الأجهزة أو وحدات أو هياكل البحث والتطوير على مستوى المؤسسة الاقتصادية وبالتالي سيكون الربط بين الجامعات ومراكس البحث والمؤسسة الاقتصادية لتتمين مباشر لنتائج البحث والتطوير والإبداعات نعم يعني ماذا ينتظر من هذه اللي جان أستاذ؟ هذا اللي جان يعني اللي جان البحث ماذا ننتظر منها؟ طب هي هي مثلا مهامها بحث مشتركة اللي فيها باحثين من القطاع وباحثين من مخابر وزارة التعليم العالي والجامعات التعليم العالي وهذا اللي تكفل بالانشغالات الحقيقية لتطوير شعب نعطيك مثال قضية النوعية مثلا نعطيك مثلا الآن تعمل على la normalisation وعلى la certification du produit مهم جدا لأنه تعمل على la certification du produit des produits agricoles surtout en vue على التصدير التصدير وحتى la consommation فالآن هذه الفرق تعمل على النوعية وعلى التحليل ومرافقة الفلاحين ومرافقة لزيلفار والمستثمرين لإنتاج منتوج يعني وفق المعايير الوطنية والمعايير الدولية نعم ربما هذا سيساهم في تعريف بكثير من المنتجات التي تشتار بها الجزائر لكن ربما لتأخر البحث لعدم موجود معايير معتمدة وكذا ما نعرف هذا المنتج طبعا نعم نعطيك مثال على شعبة الطمور فشعبة الطمور الآن كان عمل كبير نقوم بهم لأنه كان الجزائر الحمد لله يعني الطمور في الجزائر هي من أجود الطمور كذلك شفنا في قضية البطاطا كذلك وشفنا قضية عدة يعني عدة منتوجات الجزائر أصبحت الآن حتحقها فائد في بعض الله في بعض الشعب مثل شعب البطاطا في شعب الطماطن في شعب يعني في كثير من الشعب الآن في اكتفاء كذلك الحمد لله في شعبة التوم في شعبة البصل في كثير من الشعب أنه فيه الآن فيه منتوج وطني وبالتالي هذا المنتوج الوطني الآن نحن نعمل على زيادة الانتاج هذه واحدة طبعا استصلاح الأراضي وكذلك العمل على مرافقة الفلاحين في الأمور التقنية حتى يعني نضمن وكذلك على انتاج منتوج ذو نوعية أنه قابل سواء الاستهلاك الوطني وفق المعايير وكذلك التصدير سيدي ما هي المجالات البحث التي تركزون عليها كثيرا المجالات أنا أعطيتك مثال فقط قضية النوعية وهذه هناك فرق كذلك مراقبة النباتات هذا كان فرق على أنه مثلا النباتات الطبية الآن أنت تعرف بأنه الآن جزائر ريخزان للنباتات الطبية هذه شعبة كانت مهملة فالآن في إطار والآن سجلنا يعني إقبال الاستثمار في ميدان النباتات الطبية وإحنا عقدنا ملتقى في هراوة في المحاد التقني لهراوة وجاءوا يعني كثير من المستثمرين اللي عندهم الآن استثمارات موش فقط بور لا كوليكت يعني لا كوليكت تعد نباتات بل لإنتاج والإزارة نباتاته النباتات وإنشاء معاصر لإنتاج ما يسمى زيوت الأساسية أنت تعرف بالجزائر اللي كانت خزان لزيونة الأساسية في العالم كانت خزان قبل سنوات 70 فإحنا الآن في زيوت الأساسية لكي نتكلم عن زيوت الأساسية كان زيوت طمور زيوت زيوت الهندي زيوت كذلك الأرغان زيوت وغير هذه الزيوت في الجزائر فيها خزان الآن ننتج 110 طن فقط لكن الإمكانيات في الجزائر ممكن أن ننتج 3000 طن هذه الإمكانيات الموجودة إذن نحن نستغل فقط 3% وبالتالي المرافقة مرافقة البحث والتطوير والمرافقة التقنية وإبراز هذه الشعب وأهميتها تخلي المستثمرين يعني إقبال على الاستثمار ويصن كما يقولون يصن راسوري في الاستثمار في هذا الاستثمار المربح نعم سيلي هناك تطور كبير يشهده العالم في مجال البحث العلمي والتطور التقني هل تواكبون هذا التطور طبعا نحن قلنا الآن ما تقدر تدير عصرنا بدون علم شيء المعروف هذا وبالتالي ولهذا نحن ابتدأنا بعصرنا المؤسسات قلنا المؤسسات نحن مؤسسات التكوين المتخصص في الفلاحة المؤسسات البحث والتطوير في ميدال الفلاحي إنشاء هذه الوحدات كذلك مرافقة المؤسسات الاقتصادية بإنشاء هذه الوحدات وتعبئة الطاقات البحثية في هذا المجال تتصور أن الحمد لله الدول الجزائري وفقت على الستاتيوت على الدكتور على الدكتور ونفو مكان شادي نحن كنا نحلم بها منذ 20 سنة أن الجزائر المؤسسات الاقتصادية فيها دكترة فيها باحثين لكن غير معترف عليهم كباحثين ومعندهم مكاتب مخابر للعمل وبالتالي القانون الجزائري والدول الجزائري أتحت لهذه الفرصة وأعطت الستاتيوت على الدكتور وبالتالي نحن استغلنا في الميدان طبعا الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الصحراوية هذه الفرص التي أتحتها تحتها القوانين واتحتها يعني الوضع التشريعي الجزائري لتعبئة الطاقات الموجودة للمساهمة في هذا المصار العلمي والتقني لأن سيدنا نتوجه إلى جزئية ثالثة وهي الإرشاد الفلاحي الفلاح يحتاج دوما إلى متابعة ومرافقة للتعرف على التقنيات الجديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية ما هو دوركم في هذا المجال؟ الإرشاد الفلاحي بالنسبة لنا عنده أهمية كبيرة جدا وبالتالي نحن عدنا شبكة من ما يسمى الـ في أكثر من 1500 بلدية ثم بعد ذلك أن هناك عدنا محض وطني الإرشاد الفلاحي متخصص وهو قريب من مقر النهار وهذا المأحد عملنا على إنشاء وحدة متخصصة بـ 24 باحث مكلفة بتطوير الخطاب الفلاحي والإعلام الفلاحي والتكوين الفلاحي والمرافقة وبالتالي هذا العمل هذا المأحد هو يكون مجموعة من مجموعة من طبعا الإطارات التقنية المكلفة وكذلك الآن النظرة الجديدة هو نكوين فلاحيين فلاحيين لأنه ما كانش ما كانش واحد يفهم الفلاح كما الفلاح فالآن نقوم بتقطير الفلاحين حتى يكونوا هما يعني خصوصا الفلاحيين ناجحين اللي عندهم مثلا استثمارات ناجحة ونجحوا في البركور تيكنيك تحهم فهذا اللي نديروهم كون ديمانستراتيون فندور كثير كثير من الأمور فكثير من الفلاحيين أنه نديروا تكوين على مستوى المزارع الناجحة وبالتالي لما الفلاح يشوف هذا يعني استعمال لزونغري على قضية الحرط ومثال السقي الاقتصادي ويشوف أنه جابت له نتائج لمن كان يدير السقي العاشوائي ولما يقارن معه نعطوله التقنية السقي بالتقطير هو ما يسمى الآن نحنا دخلنا في الإضامة الجديد السقي الذكي معناها السقي الأرض الحسم واش تحتاجه واش يحتاجه المنتوج فلما هذه التجارب الرائدة هذه لما الفلاح يشوف بأنه في مستطمرة نجحت فهو مباشرة يتبقها يعني فبالتالي هذا هو النظام الأرشاد الفلاحي يعتمد يعني نعبئ ما يسمى المجالس المهنية والمهنيين معنا والغرف الفلاحية اللي بمؤدي ضور كبير في هذا المجال ويعني وكذلك المهنيين اللي رب الآن نحس بأنه ممكن جدا أنه يعني القطاع الفلاحي أنه يعني يصبح يعني يصبح رائدا فعلا وترجع الجزائر لمكانتها الحقيقية يعني الجزائر لا يبارك تمتلك أكثر من 42 مليون هكتار 42 مليون يعني 32 مليون هكتار كاتاسيزم نعم ونمتلك خزان من المياه الجوفية يعني في الصحراء ونمتلك طاقة شمسية معناها الأولى في العالم نعم سنتحدث إذن عن الطاقة الشمسية والتقنية هناك الفلاحة الصحراوية الجزائر أعطت لها أهمية كبيرة بدليل إنشاء وزارة منتدبة ومكلفة بالزراس الصحراوية والجبلية لكن الفلاحي في الصحراء دوما يعانون من مشكل الكهرباء المسالك وكذا خاصة الكهرباء رغم أنه عندنا طاقة الشمسية لا تنظر هناك برنامج سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الرفية بالتنسيق مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة لإعادة استخدام الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي حدثنا عن تفاصيل هذا يدخل في طار عصرانة الفلاحة وبالتالي على مستوى الوزارة أنشئت لجنة متعددة القطاعات مكلفة باستعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي وبدأت الأمور عملية لأنه كان هناك ملتقى وطني يوم 27 ثيري ضم مختلف الفاعلين في القطاعات المهتمة بإدماج الطاقات المتجددة وكما قلت أن الطاقة المتجددة موجودة في الجزائر خاصة طاقة الشمسية والطاقة الحرارية طاقة الرياح البيوغاز هذه موجودة في الجزائر ربما الجزائر تكون الخزان الأول في العالم وبالتالي وعندنا كذلك التقنية عدنا مركز وطني عملنا مع المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة ومع المحافظة طاقة المتجددة واليوم بعد قليل فقط عدنا لقاء متعدد القطاعات على المستوى الوزراء الأولى فهذا الفوش تكلف بإعداد خريطة وطنية عمليتية كل الإمكانيات التي لدينا الإمكانيات التقنية والعلمية في ميدان الطاقات المتجددة وأحصينا أكثر من 15 يعني نأجن جهاز للآن جزائر الحمد لله تمتلك سواء في ميدان تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية سواء في ميدان ميدان الدخ عن طريق استعمال الطاقات المتجددة مستوى تجفيف وهذا يحل مشكلة كبير في قضية الفائد من الإنتاج للتخزين قد في ميدان التخزين فهناك نستعمل الطاقة الشمسية في الميدان وعدنا أجهزة مطورة على مستوى هذه المراكز وعلى مستوى هذه المخابر وعلى مستوى هذه المؤسسات لموجودة فلما أحصينا هذه الإمكانيات ودرنا حتى صالون مصغر لذلك بمشارك مختلف الفاعلين فكانت أوامر سيد الوزير أنه البدء مباشرة في تعبئة هذه التجربة الناجحة وفتح لها المجال على مستوى المستثمرات وخيرنا بعض المؤسسات التي تقنية التي لديها مستثمرات للبدء الفعلي في تتمين هذه المنتجات وبدأت فعلا هذه العمال الخبرة في هذا الأسبوع وعندنا يوم القادم يوم 15 عدنا على مستوى المحد لتالف الانستيتيو نشونال ديلفاج عدنا لتطبيق ما يسمى ديسبوزيتيف دياميديفيكاتور تعلق الانشاء البلودة لإنقاص التمبراتور عدنا يوم 17 كذلك لقاء الاستعمال سيشاش سولار بمعنى نجيبه المستثمرين اللي يعملوا في الميدان ورح نديرها إن شاء الله على مستوى بالشراكة مع المركز تطوير طاقة المتجددة وكذلك رح نمش الولايات رح نقوم بزيارات خصة الولايات الجنوبية والولايات الهضابة العليا ونشوف الإمكانية الموجودة كانت هناك تجارب وقينا هناك تجارب لما دلنا الدراسة وقينا هناك تجارب كانت تجارب ناجحة لكن ما كانش مستمر الآن عمل مستمر إن شاء الله كان هناك طاقة تقنية هناك طاقات بحثية هناك كذلك إرادة كبيرة وحتى هناك تعبئة لأموال لموجودة يعني ومخصصة لهذا الميدان في هذا الميدان نعم هل هناك تفاصيل أرقام حول الإمكانية الموجودة والبرامج المسطرة الولايات التي سيمسوا هذا المشروع هل فقط الجنوب أم حتى الشمال طبعا هو داخلنا عن طريق ما يسمى باريطاب الإطاب الأولى هو ما هي الإمكانية الموجودة لما عدنا أجهزة وعدنا أموال يعني مخصصة لذلك على مستوى الصناديق فنقوم بتعبئة على مستوى الولايات الموجودة فيها مثل مثلا في غردية الله يبارك عدنا عدنا محطة لتجرب لإنتاج الطاقة الشمسية وإنتاج الأجهزة فهذه رح نبدأ بها كذلك في بسكرة كذلك في الجلفة اللي عدنا المحافظة السامية لتنمية السهوب وعندهم تجربة وعندهم يعني كان عندهم برنامج طاموح في هذا الميدان هذا لكن لم يكتمل نحن الآن رح على مستوى منطقة الجلفة رح نبعته هذا المشروع بالإمكانية الموجودة وبالتالي حتى كذلك كان في المشروع أنه مش قضية الولاية فقط الجنوب أو الهضاب العليا حتى وين المناطق الجبلية المناطق ما يسمى مناطق ظل المناطق اللي لا يوصلها للكهرباء مشكلة فبالتالي استعمال الطاقات المتجددة لإنتاج سواء سواء وما عندك طاقة حتى لو عندك ري لك عندك مياه لك لو ما عندك كهرباء فهناك مشكلة تسقي حتى في المناطق الجبلية كان هناك برنامج طبعا ننصف كذلك مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومع المديريات المديرية المحلية لإعداد الآن نقوم بإعداد خارطة مفصلة لهذه المناطق وقمنا بعمل منذ ثلث أيام مع وزارة الموارد المائية وإن شاء الله فيها استمرار العمل كذلك اليوم لتحديد هذه في الخرائط تحديد هذه المناطق واحتياجتها من الطاقة البديلة وكذلك حتى تحويل كين نقطة أخرى حبيتنا كده لها كين مناطق تستعمل طاقة ديازال يستعمل ديازال بولا بروجيشون ديكتري سيتي وهذه دخلناها في البرنامج قال لسيبستيتيشون تعتبر طاقة المحلوقات وصعب شوية الاقتصابها فلما لا دخلناها في البرنامج حتى نستطيع أن نساعد هذا الفلاحين وهذا المربين وخصوصا البدو الرحل اللي ما عندهم وهذا بعدد كبير مربي الإبل يعني العمل في الحقيقة عندنا خمس أفواج متخصصة التي تعمل لان تسمى على مختلف على مختلف شعب ودراسة الخريطة يعني على مستوى الولايات ل نعم جيد جدا سيدي يعني من سيستفيد من استخدام الطاقة المتجددة هذه طبعا فلاحين كبار زراعة واسعة هادي شوف هو نبدأ بالفلاحين صغار اللي بلو يعني خصا في المناطق اللي ما وصلهمش هذو ما لهم الأولوية الأولوية تبدأ الفلاح اللي ما عنده عنده مستطرع لكن مشكل ما عندهش ما عندهش ما يوصلوش للوريزوت تعالى هذو الأولوية القصوى طبعا هذي الأولى طبعا بعد ذلك أنه كين تقنيات الآن يعني ما يسمى تقنيات التشفيف تقنية التشفيف بحيث مش لازم تديرها إلا وين كين اللي الكتريك معناها تقنية التشفيف تديرها في المكان بالذات اللي فيها إنتاج وين مكان الإنتاج تقدر تدير فيها تقنية تفشيف وبالتالي نقدر نستعمل هذه الطاقات حتى في المناطق الفلاحية المعتادة الكلاسيك لكن بدراسة ما يسمى النجاعة النجاعة الطاقوية إذا كان هذه الطاقة الجديدة والبديلة تعطينا نجاعة طاقوية بالنسبة الطاقة البديلة بالطاقة الكلاسيكية ولا هي طاقة المعتادة التي تتمدع المحروقات فنلجأ إليها نعم سيدي هناك تطور كبير في مجال الشركة الناشئة خاصة في مجال الطاقة المتجددة هل هناك برنامج لدعم ومرافقة الشباب أصحاب الشركة الناشئة لستارتوب كما يقال باللغة الفرنسية في المجال الفلاحي طبعا هذا كي المشروع كبير في الحقيقة هو بالتنسيق مع الوزارة المتوسط وكذلك المؤسسة الناشئة وإحنا هناك فوج عمل ليعمل منذ أشهر على تأطير الشباب الذي حامل المشاريع المبتكرة وفي الحقيقة كان هناك ربما تابعته في الإعلام أنه هناك تمويل لأكثر من 200 مشروع لصالح الشباب التي قامت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فتدعيم مباشرة خصا في ميدان البرنامج الوطني للتشجير فعبأت الوزارة وأعطت الأولوية لهذه الشركات الناشئة مع الاتحادات المهنية المعنية وقامت بتمويل وإمضاء اتفاقيات لتمويل مشاريع الشباب وتأطيرهم كذلك مشغل قضية التمويل بل بتكوينهم وتأطيرهم وفي الحقيقة حتى في الميدان استعمال الطاقة المتجدد احنا استضفنا حتى ممثلين الشباب ممثلين المنظمات اللي يعني عندها ابتكارات وقدموا ما ديشتاحهم وإحنا الآن هذا عمل متواصل وإحنا عنا تواصل مباشرة مع الشباب ومع الشباب المبتكر والأبواب مفتوحة وبالتالي أي مشروع فيه يعني رح يجيب إضافة إحنا يعني نسهلول نفتح لهم كل تسهيلات ونرافقهم نرافقهم سواء من ناحية التكوين نرافقهم على المستوى المحلي كذلك بفتح المجالات معناها بتسهيل الأمور الإدارية يعني حتى كما يقولوا نرافقهم من إنشاء المشروع إلى تمويل المشروع إلى التنفيذ هذا هذا هو المجال وربما كثيرك المرافقة لأنه غالبية المشاريع تنطلق مشاريع جيدة برؤة مستقبلية لكن تفشل بمجرد يعني وصل إلى الميدان تفشل ربما النقص مرافقة ولهذا لازم دراسة تشوف ولهذا احنا درنا ما يسمى الرزو تع المكاتب الدراسة لأنه المرمان الوقت قصير لا يكفي نعم أنه احنا درنا أطور تع البندار تع البيرو ناشنال تعاليزيتود أغريكول درنا رزو تعاوح وأحصينا أكتر من ستمائة بيرو ديتود معناها مكاتب دراسات وهذه بريفية نعم وقلنا احنا لدراسة إمكانية مرافقتها الهدف تحا لعنش حب أن نبقو هذا المكاتب تحا هو الهدف تحا أنه باش تدير دراسات لمختلف المشاريع اللي يحملها الشباب أي شاب يجيب فكرة فقط نعم يجيب الفكرة نحتاجه الفكرة فقط لما عنده الفكرة فممكن جدا نحنا رفقه لدراسة المشروع دراسة الجدول الاقتصادية على المشروع باش كنقول له هذا وإحنا نوجه لكرينو بورتار قال تفضل نحب تخدم في ميدان النباتة الطبية تفضل في ميدان زيوت في ميدان مثلا التحويل في ميدان مثلا في ميدان العمل ما يسمى التشفيف في ميدان كذا عندنا ميدين عندنا ديناموكولاتور قال تفضل هذي أو عندك لمرشي بس كذلك دراسة الاقتصادية تدرس المرشي تدرس الإمكانيات المالية المعبئة هل أنت عندك أموال خاصة يعني تاعك أو تحتاج إلى دعم فنوجه للأجهزة الدولة الأجهزة الدولة المكلفة بالتمويل نرفقه كذلك نرفقه حتى لما يروح لعند المؤسسات للدستمار وحنا دائما لما ندير الصالونات للشباب المتخرج في أثناء الدراسات ندير الصالون للإستثمار فنجيبوا نجيبوا المستثمري نجيبوا صاحب المستثمريات الكبرى نحبوا صاحب الاندستري دو ترانسورماتي ونجيبوا كذلك ونجيبوا كذلك كمؤسسات الدعم ونقول لهم تفضل حتى لما يخرج قبل ما يتحصل على الديبلوم فعرف المشروع وبدأ في إنشاء المشروع سيدة إذن وصلنا إلى ناية الحس كلمة أخيرة الكلمة الأخيرة نقول الجزائر في الحقيقة هي قارة ولها من الإمكانيات سواء الفلاحية الأرض الإمكانيات كذلك حبها رب العالمين بطاقة شمسية كبيرة بطاقات يعني نستطيع أن نعبها وكذلك بطاقات بشرية نحن نؤمن بأن في الجزائر هناك طاقات كبيرة جدا إذا عبأنا الطاقات البشرية وعبأنا الطاقات الطبيعية التي حبنا الله عز وجل بحوكمة فإن شاء الله خروجنا من هذا النفق عما قريب إن شاء الله وصلت الفكرة إذن سيدي شكرا لك على قبل الاستضافة إلى هنا نأتي إلى طي هذا العدد شكرا لكم المتابعة والإصلاة والسلام عليكم